نحب نشكر للحاضرين لكل على الفرصة هذه بالنسبة لنا احنا في مواطنون نشوفوا كونه تقييم أو البحث عن حلول في ظل المالية الموازية اللي موجودة في تونس توا هو ضرب من ضروب الخيل يعني حلول وقتية وانا في وسط بلادي توا ما عنديش فكرة حتى على موال الأجنبية اللي موجودة في تونس اللي قاعدة تسود دور في سوق موازي وانا الهنا يساعد الصرف قاعد يطلع ويهبط في أزقة في وسط البلاد يعني الهنا احنا نشوفوا كونه تفعيل دور دائرة المحاسبات ومخبر التحاليل المالية بالنسبة للسياسات المالية للدولة الحالية لانو كمية الاموال اللي قاعدة تخرج من البلاد عبر ادفاق في ليبيا في دول الجوار بالاساس في ليبيا في الجزائر كبيرة برشة وعندها تأثير كبيرة برشة على سعر صرف الدينار التونسي اليوم عمليات غسيل الاموال قاعدة تصير في تونس من خلال شركات تونسية او شركات هاي المنتسبة ونحن قاعد ينخزر ومعنى قاعد يجينا تقرير دائرة المحاسبات كل عام يعطينا ارقام ويقول لنا رو هكا وراو ساير وراو ساير وراو ساير ومفهم مش حطرة فان مشيره الاخر قاعد يستمر نفس الشيء والانزيله قاعد يكبر اكثر لهنا نطالب تفعيل المنظومة الرقابية وعطيها الصلاحية اللازمة لاخذ تدابير مباشرة وواضحة ضد الاشخاص هذوما او ضد المنظمات هذه لانه بوابه اصلا تاع عمليات اخرى واشياء اخرى تجم تكون اخطر وذلك شفناه من خلال عملية حنبعل اللي صارت عام 2015 اللي صار فيها معنى اعلنت على معنى على ارقام مرعبة في جزء هالمعلن فما بالك بجزء هالسر في مواطنون ايضا بالنسبة لعجز الميزان التجاري نطالب بتوجيه دفة الاسلاحات المالية نحو الدول التي تتسبب بالنسبة الاكبر من العجز التجاري بما يوفر للدولة التونسية ارصدها من اموال او عملية اجنبية اخرى تمثل بوابة المالية الدولية تمكنونا من ادارة لازمات يعني نهارت الي انا عندي العجز في الطاقة هذا امر قاعدين نتعايش معه عمرنا كام ما وش شي جديد صحيح يكبر وكبر بشكل كبير برشة صحيح يكبر وكبر بشكل كبير برشة وهذا امر طبيعي بالنسبة الموارد الدولة التونسية لكن لازمنا نشوف البداية كيفاش نجمو ندخل الاسواق المالية العالمية بطرق اخرى عنا زادة النقطة الاخيرة اللي نحب نثيرها هي شركات لوفشور شركات القانون من 1972 القانون اهترق كان موجها لقطاعات معينة مثل النسيج وكذا وكذا اليوم فما قطاعات الخدمات اليوم فما ركز النيداء اليوم فما شركات اخرى تحب تنتصب في تونس لكن الانتيازات مش هيبية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة